موسيقى نعرفوش حل دي المدة اللي دوستيها في سجون دي البوليزاريو؟ سجون البوليزاريو، سجون ذلو والعار، سجون دي الجزائر اللي ديرها واحد مرتزيقة اللي كرفستنا وعدبتنا دوست عشرين مساء اللي يويلها، اللي دي لها بالنهار دي لها اللي يدوزنا دي مرحلة، وقلنا الحمد لله، سينا قادية أما ما قادية تجعوا لك شيء ما نقول لك نصارا كي أعطاهم مكلاب واحدهم، اللي هي معزولة، كورين وحنا رأى مكلاب الأخوتنا المحابس، حيث احنا جابونا الأدل محابس كي يجيبونا الروز مع الجن، كلا زيت العود، الآخرين كيشوفوا زيت العود غادية عندهم من نصارا وقشار والمكلاب والكومير والسخون والبندي وحنا كي يجينا، مهلين فيهم، والكينجوما، حيث هذوك أجانب، وفعل الأجانب هذو كنقاموا عزازين المكرمين، تجعوا الصفر عليهم وبدوهم، نحن ياما غريبة، أرى نموخ نوريوك، وحنا كيف يجيبونا، كيف يجيبونا هذه الناس، ما عرفنا شروصنا، نحن كنت سنوه، يعني آخر مرحلة، هم كي يديونا واحد مقبارة، الله يربي شاهد عليها، قال لنا واحد أخي، هم أولاد حرم، تلك المرتزقة، قالوا، لا يحاول أن يأخذ شيئا، سأخذني التدفل، تبنوا نمساكن قبارة، يلدوا كل الناس، لا يعلموا بيوم إلا الله، وش ما غير بأولاد، المهم، دوزنا ديك الليلة، الصباح، صبحوا علينا مع الخمسة الصباح، خرجوا مع الباب، تموا خارجين، قالوا ديكسعة أخوة نمساكن، يخرجوهم من الباب ديال الحبس، قالوا، يا الله، سيروا، عبدونا الواحد حفرة، حفرة، قلنا واقفين، جاءالك تعالوا منكم الجوج، بدأونا، أعطونا بالات بكوة، هناك سن، في سن، والبالات، ديال الحفير، قالوا يا الله، حفروا، رأي الله يجيكم الكوبة، جاءت الكوبة، أعطيت كوبة، السيتيرنا، لكي تهزلنا، قلنا نحفروا، جاءت السيتيرنا، كوبة الماء، تقولوا كدابا، يلا ضربوا، ضربوا، وصنعوا هذه الماء، غنبولة الدرية، تقلنا التراب، له ان يصنع هذه الموضوع الانتقاء، والبالوك، إنا نقول لياجور، لا، يصنعون هذا التراب، الغيس، و شدوا هم القالب، في حلقة، كما هل تعلم أنه دين البني، لياجور، لياجور، في حلقة، كان يصنعه النساء، الملكي يصوبوها بالغيس و تتقلب عليك التجار خرحتك تكرم إلا هذه الزيتية فى 50 كيلو 30 كيلو سوف تتعرفك سوف تتعرفك هذه هي البداية للتعليم شو يدخلونا عند خوطنا قلقوا خوطنا مسك المحابس أهل عسكريين ومدنيين وكل شيء مخلط ضباط كادا أخيري الكوزينة فسر يدخلونا إلى الكوزينة أخذي الماء والعدس الخبز لا حوله ولا كوتين لا بالله يعني كوميرا عندك فى النهار فتبان هذا الفتبان فتبان 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 صغير ورد كتاخده كارم كتاخد الماء واسميته لما فيه غير الملح والعدس كيلو يعني التعديب نفسي وتعديب الجسدي والعمل الشاق وحتى المعيشة شي بهمون عادي فتبان وبدأ هذه المرحلة العمال مع الأكل لا شيء فهمتين بدأت صحكة طليت الحال وانا بدأت القصة قلنا مع الأخوات شوية أولينا معهم شوية كادا إلى آخرين السنة اللولة ما كنوها الثانية الثالثة اليوم يفرج الله غدا يفرج الله وحنا عدنا اليقين فى الله وقال سنة تتبع سنة النهار اللى وصلت لمدة دي العشرين سنة كان القراسي والشيبة من غير أهم وكل كان عدنا اليقين فى الله وخرجتي بعد عدة أمراض من أبرزها فاتسة الموت كنا كان مرضو يعنى خمسة ستة الموتات فى العام منذم كيوقع له كاد ماراد وكنا نشيون نشربو الدود وغى البيريمي اللى باري كيدقونا غى الباري بيريمي لكسعهما عندهم مولاد حرم لكل فراملية ديالهم وكيالى مرضنا كانت يكسعى عندنا جانى وحد المرض ديال هادي البرودة حيت عرياني حفياني كان شو غاب الحباء اللى كيشدنا واحد كيوقفنا عند الحي عشرات الناس تقول كاذا كاذا ندق لكم البرا تعرفك عمر البرا كيدقوها العشرات الناس بالعاني غيرك يخشيها فى حالك ويجبدها وخشيها فى الخر ويجبدها يعني غيرك يخشي مرض إصابي متقع حياتنا كل هدوزنها فى العدام والأدوية بيريمي والجزائر والمسؤولين اي حاجة اللى ضربها ثالثة لمنحية الأكل حتى بقادية الأكل والأرطالي قال والأرطالي اللى غادي تتحرقوا كيقولوا ديهم 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 بل انتقنوا منهم وبنسبة لك انت استيماجيد قلت ديهم انك هاد المدة اللى دوسيها مدوسيش فى السجن واحد وانما كنت ينقلوه كنت شجون كثيرة كنت نايف شجون دي الحمادة تين دوف شوية مشينا المعالي كنك اولاد حرام تين ديروا بنا الصبط كان حشو يعني كتبديك واحد من تين دوف لديك نواحي مكتش يومين تنتيهم وقد قد بديك المناطق يعني عام عامية سنة تكتولي بعد شغول ما تحسن مكادة وعبو ما اشفا نقول لكل الصرح والعراء والحباب كمالوا فانت يلا الله لا حول ولا قوة الا بالله مشينا الزويرات عاوتاني دونا الزويرات من نواحي دي المالي دوزنا العذاب الشديد دونا اللى عاوتاني كل مناطق اللى كي يحفروا فيها البيار فانت يلا الله يعني لا حول ولا قوة الا بالله تحسن مجد اي شغل شاق رل المغاربة كل شي زبن تيقول لك هاذ جبن خوصويتحين وملكا تحيي دونا تحسن تحسن وترضوهن حنا قال لك معاين نش والخدمعين فالعداب ديالك مجيد شنه اصعب فترة او مرات او لا اصعب تجربة عشتها خلال فترة دي استجن ديالك أنا كنت مع أخوتي مغاربة التي كانت في الأسر كنا مجموعين في البناء وفي أعمال الشاقة وفي الحفير وفي الأبيار وفي الصبط وفي أي عذاب شديد كنت أغذب عليك نحن عايشين في الحمد لله وكانت ندعمه وكانت نفره وديرين يقيننا في الله ولكن أسوأ مرحلة لدوستها في حياتي هي مليت مليت وقلت أنا أخذني بشي البلادي وقلت أنا أخذني بشي البلادي وقلت أنا أهرب وأنا أهرب وما تفعله معك؟ ولكن للأسر أهربت وكانت يعني الله سبحانه وتعطي أنني إنسان مداني لا أعرف سحراء لا أعرف منطقة اللي أنا بيتين دوف لا أعرف بلدنا ما أعرفين هكذا أهربت ولكن في الأخير شدوني كيف ندروا معك؟ ليه شدوني رحبوا بيام زيان هنا ضيفوني ضيافة ديالة معقول يعني دوزوا لك عدب أكثر من العدب هذا جديد شدوني كتفوني دعوني لوحد المكان يقولون لي هما الكوماندو أنا كنت أعرف من المحافس الشد ما كان عنده فوليزاريو لي كوماندو غير القتالة كانت الدخول قبل ما الدخول في ديالة أماكن ديالة بيوت ديالة تعديب حيث ما عنده مردك شي يدير التعلاق ويقلقوك ويضربوك مع الحيط هو واحد يهزب باستاليك نقول حناك دي حديدة دي اللي اسميته دي الكاميو بحل شفاقوه يضربك بيها حيديك نصف الرأس وفرق عليك مهم هاتشي بلي وتجربة الهوروب وش قدرت يهب حديك ولا كانوا معك ناس غرعين لا بوحدي لا بوحدي وبالتالي حتى التعذيب رات عرض تليب التعذيب كانوا يخرجوا لي أربعة دنيا الناس هما نهار كامل وهم كيعدبوا فيها كيضربوا واحدة كيعية وكيخرجوا يتيب اللي كان قولوا تين تياج اي شربوا وقتين وكيدخلوا لي أربعة أخرين يعني كي السم تعوف العذب ديالك وكل واحد مختص في حاجة واحد مختص غير في الكوين ديالك ديالك البلايس الرطبة قال لي تمغط وطال الأرض حيضوا لي الحويج خلوني يغيب بسليب تمغط هكو كل برودة تلحس بها حتى تشاوروا عليه يدخلوا دويب قول لي أنت هربتي قول لي أن أشكونا من الناس لي هربوك قل ما هربنا نتشي واحدة أنا هربتني قدرة رمي ومليت الحياة ومليت الشيجة نياكلها ومليت نطلب غير الموتى قال لي أنت ما هربتش بواعدك هربوك سحراويين سحراويين كي هربو بيكم وكي يبغوي بي نور وصمران في هذا المهم كمنا مع معي تسس حراوي المهم عندبوني مذيان ما أرضحت فأنت وني صابي خرجوا لي على العقلي أخير من الحالة أخير من الحرم قال لي ما بوتيش تقرع قلت لي وانا شغان قول لي ما نكذب عليك ما معي تسس واحد ويقول لي وابا لي بي ومشي ود الحرم جواح له ما نقول لي دروا لي أحلق فقرجوا تديروا أكاني مع الحياة صابي يحتق على الأنفذ اللي تحت ما عرف زر أشغاله جاد القمطان دياله من جزائري حيث هو مدبا منك يدير شيء الآن يعدوه كي يموت كي يكونوا الكميل بأن كارك ماشي متى على طريقة التعديم بأن كارك مرتك ودهوك متى على طريقة مراد درواك عملية ومنشحات حيث عندهم مولاد الحرم دوك الكوبيين أطباء ودهوك المرتزقات تهوما وقد يدير الكميل بجاء عيطول قبطان دياله من جزائري بعد يسرل وقد أخذت مراد من جزائري وقد أخذت وقد أخذت وقد أخذت أخذت وقد أخذت وقد أخذت أخذت وقيت واحد ساعة مع ذلك البرودة وردوا محنتهم وإذا عودوا يرجع فيها الروح وبدأت كانوا أحب سمعوني كانوا أحب طل واحد وضح حرام حلقتين وقال يجي تعالي حرق أبوكم ونشوفوا أشياء الحرام بقي حي وقال يدخلوا لي هو يجي دكاء الإنسان يعني يا الله سبحانه وتعالى أعطاه فيه ذلك الرحمة قالوا أموالكم كان يتي معهم وقالوا أدي الشي الحرام حي خاصوا يموت إلا حرق بوكم دو زعوكين على وديكم وإحنا أنتم قتلتوه وربي حيون قدوا قتلوه حنايا